ما هي الوثيقة؟ أعطني الوثيقة التي تقول أن العراق اعترف بضرب حلبجة أعطني الوثيقة ليس كلام مرسل أستاذ أمير في بعض الأحيان أنتم تحللوا لي أنفسكم وتحرمون على غيركم يعني داعش وطالبان وجهان لعملة واحدة يعني أنت تتذكر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان التقى بالسيد جواب ظريف وزير الخارجية لعام 2018 و2019 وهذه سياسة براغماتية تعاملتم مع هذه الأحداث بقضية براغماتية ويمكن تتذكر الحادث في قضية مزار شريف والحادثة التي صارت للقنصلية الإيرانية هناك وتحولت إيران بعلاقتها مع طالبان إلى سياسة احتواء وأنت دبلوماسي وتدرك هذه الأحداث نعم أولا موضوع اسمح لي أن أشير إلى موضوع الحلبجة السلاح الكيميائي طبعا رسائل صدام حسين 12 رسالة إلى الشيخ رفسنجاني في مراسلاته ذكر وموجودة في الإنترنت والدكتور يحيى ممكن أن يراجعها بالإضافة للوثائق التي قدمتها حكومة أربيل وكذلك الوثائق التي أتت من ألمانيا لأن السلاح الكيميائي كان ألماني فهذا الأمر مكشوف يعني من استعمل السلاح الكيميائي لا لا هذا لحد الآن موضوع جدل وليس هناك أي وثيقة تثبت هذا الأمر الوثائق موجودة بالكتابة على أي حال النقطة الثانية لا لا ماذا تقول للوثائق لحظة السيد أمير اسمح لي ما الذي تقوله الوثائق؟ يعني أنت ذكرت وثائق محددة ما الذي تقوله هذه الوثائق؟ ضرب صدام هو الذي ضرب أستاذ أمير لا 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 لحظة لحظة هناك وثيقة عراقية يعترف فيها العراق بأنه هو من ضرب حلبشة لا وجود مثل هذه الوثيقة على الإطلاق لا وجود لهكذا وثيقة على الإطلاق ولا وراجعت كتاب المحقق الأمريكي الخاص بالسي آي إي مع صدام حسين عندما كان في المعتقل ستجد أنه قال ثبت لنا أن القيادة العراقية لم توجه مثل هذا الأمر الوثائق العراقية لا وجود الوثائق العراقية عزيزي لا وجود الوثائق العراقية في هذا المجمع نحظة أستاذ دكتور ماذا تقول الوثائق العراقية؟ زوج السيد رغد هو الذي اعترف قبل إعدامه على أي حال؟ سيد رغد أعلنت أنه العراق هو الذي ضرب حلبشة نعم نعم زوج زوج هي؟ ضرب حلبشة والوثائق كلها تدل على أي وثائق عزيزي أستاذ أمير لحظة لحظة نحن على برنامج يبث على الهواء لملايين الناس عندما تقول حجة يجب أن تثبتها ما هي الوثيقة؟ أعطني الوثيقة التي تقول أن العراق اعترف بضرب حلبشة أعطني الوثيقة ليس كلام مرسل نعم نعم وثائق موجودة لا لا ما هي الوثيقة لا وثائق موجودة على كلام مرسل دقيقة دكتور يحين أستاذ أمير أستاذ أمير هذه حقائق للتاريخ هذه حقائق للتاريخ والسيد الطالبان يقدموا الوثائق والمحكمة التي حاكمت صدام حسين كلها وثائق كان بالآلاف ترجمة نانسي قنقر